اشتركوا في القناة والنقل ما كانت قوية طبعا اللي سافر وراح هناك يعرفه اش معناتها المشقة والتعب عشان ياصل ويجلس على نهر يتفرج فيه شوي ويروح المطعم المشهور يمسك سيرة ويحجز عنده عشان يجلسين الساعة ولا ساعة وهذه برضو أدهى وأمر هذا من غير التعب والتكاليف المادية والوقت اللي يضيع يعني ما صارت رحلة صارت دبلة سبت بعدين مع التقنية الحديثة تقدر تعيش نفس الأجواء وأنت في بيتك وسط عيالك وقرشاتك في مخباتك في شاشات شفتين أنا صحي بعضن غالي بس حلوات شاشات تلفزيون ضخمة جدا وبعدين تجيب لك الصورة فوق الخيال جيب لك شاشتين منها شاشات السبيرة ثم حطها على براري نيوزلندا ثم قولها المرة تسوي الدلة ثم حطها تفوح وتفرج وتقام لجا عقبال مغرب حطها على الشانزليزيه ولجا عقبال عسى حطها على هارزة تنك تتوق فيه ولجا تهلي الليل حطها على جرجة الخامس تنك نعيمين فيه تقولون ربعنا الحلو ما يكمل عادة الأماكن الجميلة جدا في العالم يكون فيها شيء ينكد عليك أماكن الجميلة الحلوة اللي تشوفون صورة ذي ترى همليانة حشرات وفراش وذبان وخنافز أزينها من ورى الشاشة ترى أكثر الأماكن حتى لو هي زينة لا منك جيت ما تقدر تجلس فيه ولا نص يوم تندي بالتسبدك وتمشي دور لك مسكين دور لك فقير دور لك محتاج دور لك واحد من ربعك وعاطها القراشات اللي ناو نضيعها تراها براكلك وزين لك جازات عندنا أصبحت قطعة من العذاب وبعدين بعض الناس ما تيجي مناسبة إلا هو نقطن فيها وفر قرشك اللي بيضي يومك الأسود غير إجازتك خل مثلا إجازتك هالمره دي وتشوف ربعك وتشوف أهلك وتشوف أقاربك وتشوف الناس اللي تناسيهم من سنين طبعا الكلام هذا اللي بقوله لكم أقوله عن خبرة سافرت إليه اندخت لقيت أحسن شيء وأفضل شيء إني ألزم أرضي واكتشفت شيء إن السعادة ما تروح لها السعادة هي تجيك السعادة الداخلية وليست خارجية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر